السؤال اللي بعد كده بيقول تعبانا نفسيا وعندي احساس ان ربنا مش راضي عن انا مش ممتزمة في الصلاة ده دي احد اثار الاكتئاب والوسواس ليه؟ لان بيحصل يعني ده اما اكتئاب او اما وسواس بيحصل الانسان ليه؟ لانه في بعض الاحيين بيحصل له لما يحصل له وسواس بيحصل له انه هو عمل زنب عظيم ومش هيقدر ربنا يغفر له او انه هو ما بيعملش خير كتير الحل وايه؟ الحل ببساطة ان احن نغير برنامج حياتنا ونخلي في برنامج حياتنا اعمال ليها علاقة برضى الله مختلفة يعني في برنامج اليوم في صدقة في تعلم في كمان محاولة لخدمة الناس لما اعمل الاعمال دي باختلاف يحصل كده الامر التاني اخلي برنامج حياتي في الاشياء العادية مرتبط بالله سبحانه وتعالى يعني لما اروح اعمل رياضة اعمل رياضة عشان اتقوع على عبادة الله فده يقدي لان ايه؟ اقترب من الله سبحانه وتعالى فاحس ان حياتي بقت تفاصيلها مليانة بجمال ونور الله سبحانه وتعالى ووصل الله اخر حاجة كمان عشان اقدر اعمل كده اعمل ايه؟ اول ما يقدي ان الادال للصلاة اقوم واصلي واقوم واصلي واوبادر الى الصلاة حتى لو الصلاة انا حس ان انا مكنتش مخلصة فيها حتى لو كنت مش مركزة فيها طيب حاجة اللي بعد كده والاخيرة ادعي كتير ادعي لنفسك في كل ركعة في كل سجدة من سجدات صلاتك يعني في كل ركعة هتدعي مرتين لنفسك بان ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك وان ربنا كمان يريح بالك كده هتحس براحة كتيرة و هتحس ان الصلاة بيت جميلة لان انت في كل سجدة من السجدات وانت بتدعي تحس ان الصلاة بقالها وظيفة مختلفة في حياتك اشتركوا في القناة